السلام عليكم و رحمة الله، هذا حسين ربايا أحييكم في هذا درسة فأشرح عن الـ switch الـ switch هي تشبه الـ if else if else if else و أخير شيء else لكن بطريقة مرتبة أكثر يعني سميث أنا وجدت لوقت لك أنتجار x يساوي أن console.read read line أو خليك con string x أو أنتجار x و أحول إلى convert to integer يعني أنا حولت الآن من string إلى أنتجار الآن هنا الشخص يختار عنصر المنيو في ذلك يجب أن أطبع على console.read select menu أيو الله select item فإذا أقول لها f-r-s-f-r-s هنا أسهم الـ f-r-s يعني نقول لها فقط switch و case switch المن للـ x فأنا افتح قوس و أغلق قوس فنقول له هنا case بمعنى f إذا كان الـ x يساوينا واحد إيش نفعل؟ على المثال نقل لها ctrl-c ctrl-v ctrl-v نقل لها و break يعني إذا كان الـ x يساوينا واحد أطبع لي مثال one is select أو أي شيء نقل لكود ctrl-c ctrl-v 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 خير أنت هديك كيسات على حالة 2 حالة 3 حالة 4 أقول له 2 is selected 3 is selected 4 is selected يعني عندما يختار أي إذا يختار رقم واحد سوف يأتي على الـ switch هل الـ x يساوينا واحد يأتينا في هذا الكود ترى أنه في نهاية صيغة كتابة أنا أتكتب case القيمة التي تساوي الـ x نقطتين العميات التي تقيم بها بعدها أن تتمها تكتب break وتستمر أخير شي عندك default default يعني وبخلافة أي شيء تفعل أنت مثل المثال يقول له console.write أنه it's different outrange أو different أو أي شيء و break أقول له مثل outrange إذا أنا مثلا ودخل مستخدم رقم واحد سوف يطبع له واحد يأتي على هذا الكيس طبع أثنية أخذ له هذا الكيس ثلاثة أربعة كتب غيره يقول له outrange أنا select item لي أكتب أنا مثلا اثنية يقول له اثنية select active هذا الرقم الكبير outrange إذا كيف تنفذ ضع breakpoint و نكتب مثلا خلنا نكتب الآن يقول لك select يدخل لك من المستخدمة يدخل قيمة يدخل مثلا 3 ثلاثة سوف يأتي هنا يعمل الثلاثة ثلاثة نظر ذهب قبل المن أخذ وشيك الأول الثاني ذهب ثلاثة نفذها break إذا فائدة الثلس يعني الكيس الثلاثة أنه الآن هذا تكتبه بالثلس أيش تكتب تقول لك fx يساوينا واحد fx يساوينا اثنين fx يساوينا ثلاثة fx يساوينا أربعة الثلس تضع بداخلها بلك لو رأيت أن الثلس ذهب لينفذ الكود الخاص به لم يمر على البقية أي اكتفها مباشرة وهذا يعني سرعة بالوصول سرعة بالعمل ترتيب أكثر بالكود هاي استخدام الثلس غالباً ما تسمى القوان طبعاً تستطيع أن تكتب معها مثلاً بعض الشروط أو غيرها إذن هي حالة حالة للا تأتي في درس الأخرى بتواصل أكثر إن شاء الله